غرامة وحبس ما هي عقوبة المخالفين لإجراءات حظر التجوال حددت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عقوبة المخالفين لإجراءات حظر التجوال وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري أن المخالف لإجراءات حظر التجوال خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس سيتم منعه من التجوال وأضاف أنه في حال عدم امتثال المخالف لإجراءات القوات الأمنية سيخضع للمادة 240 من قانون العقوبات العراقية وتنص المادة 240 من قانون العقوبات العراقية والخاصة بمنع التجوال أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف دينار كل من خالف الأوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو هيئة رسمية أو شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية أو لم يمتث الأوامر أي جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون